طيب فقرة الأخبار محتاجين نبدأ بخبر مهم جداً الكل كان النهار بالنسبة للمرحلة اللي جاية مباراة سانداونز احنا بنعتبرها قطع مشوار كبير نحو التأهل للسيمي فانل والفاينل عنق زجاجة او محطة مهمة جداً امام فريق منافس مش عقول برضو خصم بنركز جداً على المعاني والمسميات اللي احنا بنقولها وبنخاطب بها الجماهير منافس قدر ان كان بيحاول يستفيد بالظروف المواتية ليه فعشان كده لما يلعب النادي الاهلي يوم 6 مارس في بريتوريا المباراة هتكون الساعة 3 العصر فبالتالي نفس الامر بالنسبة لنا هنا في مصر لما نكون بنلعب قدام سانداونز ومنافس قوي ومنافس عنده رغبة في الاستمرار في البطولة لازم نستفيد بالحضور الجماهيري الكبير لان النادي الاهلي صاحب الشعبية والجماهيرية الكبيرة النادي الاهلي عنده بطولة قوية وعنده استعداد قوي للمرحلة اللي جاية مباراة سانداونز الحضور الجماهيري مهم جدا خاصة ان الفراء الافريقية بتعاني كثيرا لما بتواجه فراء الشمال الافريقية او فراء العربية بسبب الحضور الجماهيري الكبير الحضور الجماهيري الكبير ده بيبقى ليه دور إيجابي مع فريق النادي الاهلي في جميع المباراة الافريقية وفي جميع المحافل الإفريقية النادي بالفعل تحدث مع اتحاد قرة القدم بشأن اتخاذ هذه الخطوة اتحاد القرأ أبدى كمان يعني تحمسه لهذه الخطوة بشكل كبير وأجريت اتصالات مع بعض الجهات التي أبدت مرونة في هذا الشأن وتم الاتفاق على إرسال خطاب رسمي إلى اتحاد قرة القدم لكي يكون بدوره في مخطبة الجهات الأمنية المعنية بهذا الموضوع للحصول على موافقة منها بتغيير الملعب من السلام إلى القاهرة لو تاخدوا بالكو احنا بنتكلم النهاردة في تاريخ 8 فبراير المباراة هتتلعب يوم 28 فبراير يعني بعد حوالي 20 يوم طيب التحرك ده جاي مبكر ليه لأن كمان وانت بتشتغل في الجزء اللوجستي أو الجزء الإداري لازم تبقى عارف ان انت عندك ليحة بتحدد لك موعيد وخطط زمنية في فكرة التحرك والتعامل مع الاهيري كبير مشهد كده قرنفالي رجعنا شوية من مشاهد الجميلة اللي كانت موودة في كأس الأمن الفراخية وجمهور النادي الأهلي دايماً هيكون ان شاء الله على قدر الحدث في هذه المباراة اشتركوا في القناة